السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وزيرة تجارة يتحدث عن وضع مفردات البطاقة التموينية خلال 2023 اكد وزيرة تجارة اثيري لغريري ان مخصصات البطاقة التموينية في موازنة العام المقبل 2023 تغطي مفرداتها على مدار العام فيما حدد حجم الخزينة المتوفر لمادة الحنطة وقال لغريري في تصريح للوكالة الرسمية ان مخصصات البطاقة التموينية تحدد على اساس المتغيرات والتخصيصات المالية مؤكدا ان مخصصات البطاقة التموينية في موازنة 2023 ستغطي مادة الحنطة وباقي المواد التموينية على مدار سنة واضاف ان خزين مفردات السلة الغذائية يكفي لاكثر من شهرين والوزارة باشرت بتوزيع الوجب الحادي عشر منها مشيرا الى ان الخزينة الستراتيجي لمادة الحنطة مؤمن للسنة الحالية وتم البدء بالتعاقد للسنة المقبلة ولفت الى ان الخزينة المتوفر لمادة الحنطة تبلغ كمية هناهم 750 الف طن تم التعاقد عليها خلال عشرين يوم من مناشئ عالمية مؤكدا ان التعاقدات مستمرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر